الحلقة الثالثة إذا كانت حدود التكامل معطاعة بمنحنايات لو خدنا المنطقة من النوع منطقة في اتقاه الـ X حدود التكامل لأتوبش كده جي 2 في X ويجي 1 في X يبقى نكمل بالنسبة ال-Y الأول إذا كانت المنطقة من النوع يبقى حدود التكامل بالنسبة ال-Y يبقى نكمل بال-X الأول نشوف مثال إذا كانت المنطقة بتحتي هي محددة برؤوس المستثيل هذا وجد قيمة التكامل دل-F-X-Y والمؤسرة D-Y-D-X أو D-X-Y اللي هو العنصة D-L نحدد المنطقة الدروس المنطقة نحسب التكامل لو أن D-X-D-Y X تتغير من السلب 1 إلى 2 وال-Y تتغير من السلب 1 إلى 4 يبقى تكامل الحالة الأولى بالضبط تديني النتيجة 5-70 على 2 الزكاة المنطقة محددة بالمحنية Y يساوي جزر X و-Y يساوي جزر 3X نقص 18 دي ممكن نكتبها بالشكل ده و-Y تتغير من السلب و-Y تتغير من السلب يساوي 3X نقص 18 هنا مستقيم Y سأصف كما قلنا بالضبط لو كانت المنطقة من السلب يساوي يساوي جزر X قطع مكافئ ومنحنه الثاني يساوي 18 لو خلنا الشريحة في التجاه ال Y يبقى التكمل بالنسبة ل Y تغير من هنا من 0 إلى قيمة ال Y هنا جزر X منطقة الثانية ال Y تغير من هنا جزر 3X على 18 إلى القيمة الفور هنا ال Y هنا بجزر X هنشوف هاو هذا المنطقة الأولى وهذه المنطقة الثانية طب ال X تغير من 0 إلى 6 وهنا من 6 إلى 9 طب لو خلنا في الاتجاه الثاني أن يجيب قيمة ال X وأن يجيب قيمة ال X معانا الثاني يتكامل بتها يتغير من هنا X هنا بكام جزر X يساوي Y تربيع وال X هنا يساوي طلت ويتر بين عص زي 6 وهو وال Y تتغير من أقل قيمة ال Y هنا بكام صف وأكبر قيمة ال Y هنا بكام بثلاثة الثلاثة ونحسب التكامل هنا بجيب قيمة أرسم المنطقة منطقة التكامل هنا خلنا بالك هنا دي Y يبقى دي المنطقة تغير بتاع ال Y وهنا دي X يبقى دي تغير بتاع ال X بتاع النجور هنا أكبر أن Y يساوي كامل Y يساوي جز 4 ناص X تربيع يبقى ال Y تربيع زائد X تربيع يساوي 4 دي معدد دائرة نص قطرة 2 X تغير من كامل لكامل X تغير من القيمة دي ناقص 1 إلى 2 الحالة الأخيرة هي حالة تغيير ترتيب التكامل بعض التكاملات بيكون صعبة نحن نكملها كما هي معطاة ولكن في حالة تغيير ترتيب حدول التكامل أو تغيير ترتيب التكامل فإنه سهل التعامل مع هذا التكامل على سبيل المثال أوجد هذا التكامل أو أوجد قيمة هذا التكامل عشان نكمل بالنسبة لل X هنا يكون صعب جدا X تغير من قيمة Y إلى 2 وال Y تغير من 0 إلى 4 يعني X يساوي قيمة Y وال X يساوي 2 Y يساوي 0 وال Y يساوي 4 نرسم هذه المنطقة هتكون بالشكل خلاص احنا ممكن نرى حدود التكامل هنكامل بالنسبة لل Y الأول ال Y من 0 إلى X تغير وال X تغير من 0 إلى 2 نشوف شكل التكامل هتكون بالشكل يزوح بالشكل التكامل بالنسبة لل Y سهل ال Y تربع على 2 يبقى إذا التكامل المعطقة بتاعي يكون هنا أخير عايزين نكامل ده ده ممكن نكامل بالشكل ده تكامل من 0 إلى 2 X أس 4 وكوزين X أس 5 دي X وهنا نص لو ضربنا هنا في 5 وهنا في 5 يبقى 1 على 10 تكامل من 0 إلى 2 5 X أس 4 وكوزين X أس 5 دي X ده مش طاقة الزاوية يدنا يساوي 1 على 10 ساين X أس 5 وحدود تكامل من 0 إلى 2 هنعوض تدين هذي القيمة أخر المسال عاوزين نحسب قيمة هذا التكامل بإجراء تغيير ترتيب التكامل هذا الخط المستقيم هنا Y يساوي 2 X وهنا Y يساوي 2 لما نغضحنا الشريحة بالتياه X يبقى X تغير من هنا من 0 إلى X يبقى Y على 2 يبقى Y تغير من 0 إلى Y يساوي 2 نكامل بالنسبة إلى X تدينها X في الدلل والسية وقيمة X حدود X تغير من 0 إلى Y على 2 نعوض تدينها هذي القيمة هنا نكمل بالنسبة إلى Y سهل جدا نضغف 2 ونقسم على 2 طبا Y تربية وحدود تكامل من 0 إلى 2 يبقى قيمة التكامل تكون بالشكل ده